مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة انا اعتقد اننا مش هكون ببالغ انه النهاردة وبقرة اكتر من 3 اربع شعوب العالم هتكون قاعدة قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر او قدام الموبايلات او قدام الساتيلايت قدام ايه حاجة مهم يشوفه كرة القدر او كاس العالم منديال 2022 في قطر كل الناس اكيد في كل اللي في حتة في العالم اكيد بتتفرج على الماتشين اللي جايين دول الماتش بتاع النهاردة الارجنتين وكرواتيا وميسي حيعملين نهاردة وكرواتيا اللي عمالها تنتصر تنتصر هل هتتغلب على الارجنتين ولا هيحصل ايه غالبا النهاردة مثلا ممكن الزحام في جمهورية مصر العربية حيكون قليل اولا وبقرة حيكون قليل اكتر واكتر ليه بقى عشان المغرب بتلعب مع ايه فرنسا فانا اكيد مش هكون ببالغ ان اكتر من ثلاث تربع شعوب العالم في الكرة الارضية هيكونوا بيتفرجوا على الحدثين دول الحدث النهاردة الساعة تسعة والحدث التاني برضو الساعة تسعة غدا باذن الله تعالى مبروك مبروك للدولة العربية مبروك للدولة العربية قطر الدوحة ان هي نظمة هذا المنديال العظيم على فكرة حكتين لا هم تلاتة اربعة يمكن ما يميز هذا المنديال في عشرين اتنين وعشرين في قطر او كاس العالم لكرت القدم في قطر حكتين تلاتة كده كم المفاجآت اللي بتحصل في المتشاط ما بين ده وده اللي انت متوقع انه هو يفوس فهو اللي يخسر وكم الروح المعنوية العظيمة للشعوب العربية ان حضرتك المنتخب المغربي المغربي دلوقتي وصل لجولدن فور او بيسموه ايه بيسموه المنطقة الرباعية اللي هو يعني خلاص الاتنين اللي حيلعبوا النهاردة والاتنين اللي حيلعبوا النهاردة اللي حيفوزوا هما اللي حيلعبوا يبقوا هما ايه واحد منه يقب بطل كسل كورت القدم كسل عالم والاتنين اللي هيخسروا طبعا هيلعبوا مع بعض فيبقى ايه بيلعب على التالت وايه والرابع فهذا الكم العظيم من الروح المعنوية في عند الشعوب العربية انك انت فريق عربي دخل للنهائيات بهذا الشكل فهذا يعني بيدي الفرصة للمعنويات تزيد والناس تبقى مبسوطة في العالم العربي الحاجة التانية برضو اللي بتشجع وبتبقى حاجة كويسة جميلة جدا ان دولة عربية برضو الاول مرة زي ما المغرب اول مرة دولة عربية بتروح للنهائيات فانت ايضا اول مرة دولة عربية بتنظم هذه الاحتفالية اللي محبيها بالملايين وبالعدد المليارات يعني ربنا يحفظ بلادنا العربية ربنا يحفظ باذن الله تعالى دولنا ربنا يكرمنا جميعا كدول عربية ان شاء الله ونفضل كده قريبين من بعض ويجمعنا الحاجات الحلوة يجمعنا الحاجات الحلوة اللي بتقربنا مش اللي بتفرقنا مش اللي بتفرقنا يا جماعات ارهابية يا اللي ما بتحبوش الكورة واللي ما بتحبوش حاجات كتير في حياتك وبتحرموها ربنا يقطر الحاجات اللي بتقربنا لبعض مش بتفرقنا عن بعض ونسقط الدول والشعوب تجوع والشعوب تتبهدل في البرد وبين الحدود فهنيئا للدول العربية وصول المغرب للنهائي وان شاء الله نشوف مارشين مهمين جدا اللي هو النهاردة الارجنتين وكرواتيا وان شاء الله المغرب وفرنسا بكرا ان شاء الله وبإذن الله تعالى كل خير يا رب ده كده ايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمة بتاعتي لانه حدث مهم جدا عالميا يعني مش في مصر بس في كل حتة في العالم يعني